وللمزيد حول تواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول من معبري أرقين وقسطل الحدوديين ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل تلفزيون المصري محمود جميل من أبو سنبل تحديدا أهلا بك محمود يعني صف لنا الأوضاع لديك ومدى ما يتسير به الأمور حتى هذه اللحظة من توافد المصريين والسودانيين عبر المعبري نعم محمد تحياتي لك ولكل أسادة المشاهدين نتواجد في نقطة هامة تستقبل الوافدين السودانيين وهي ميناء أبو سنبل النهري ومدينة أبو سنبل بشكل عام التي تقدم كل الخدمات للوافدين السودانيين دعني أولا أنقل لك الصورة هنا في مدينة أبو سنبل في هذه اللحظة التي نتحدث فيها عدد كبير من الحافلات ربما ازداد عن الخدمة الإخبارية السابقة كل هذه الحافلات محملة بعدد كبير من المواطنين السودانيين التقينا بعدد منهم الأغلبية التي تتوافد من الأسر ومن أيضا كبار السن الجميع يعبر عن سهولة الإجراءات التي تقدم لهم في معبري قسطل وأرقين وترحيب السلطات المصرية بهم إذا تحدثنا عن هذه المدينة تحديدا عندما يصلون إليها يستريحون قليلا ثم يتوجهون إلى محافظة أسوان وموقف كاركر الدولي نتحدث عن وجود أيضا للخدمات الصحية متمثلة في مستشفى أبو سنبل الدولي إذا كانت هناك أي حالات صحية تستدعي الانتقال إلى المستشفى أبو سنبل الدولي يتم الانتقال على الفور بمجرد وصول إحدى العبرات التابعة لمحافظة أسوان ويتم نقل هذه الحالات لتقديم الخدمة العلاجية والخدمة الصحية والطبية لهم أيضا في نقطة أخرى عند الوصول إلى أسوان أو إلى موقف كاركر الدولي هناك العيادات الثابتة التي تقدم الخدمات الصحية لهم بالإضافة إلى بعض الخدمات التي أضيفت حديثا لسد احتياجات المواطنين السودانيين الذين قدموا إلى مصر في أماكن تجمعهم في حي الصداقة الجديدة والقديمة في أسوان وفي مركزي إدفو ودراو لتقديم كل الخدمات لهم أيضا لاحظنا على مدار اليوم الشاحنات الثقيلة المحملة بعدد كبير من المواد الجذائية وأيضا الدعم المختلف الذي يقدم إلى السودانيين في المعبر أو فيما يتعلق بحركة التجارة المتبادلة إلى السودان الشقيقة فهذه الخدمة تتواصل على مدار اليوم لذلك هناك توسع في الخدمات لاستقبال العدد المتزايد من السودانيين نتحدث أيضا عن عمل مستمر من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لكن أهم هذه الخدمات أيضا المبادرات المجتمعية الموجودة سواء في محافظة أسوان أو حتى في مدينة أبو سنبل هذه المبادرات تقدم كل الخدمات المجتمعية للمواطنين نتحدث عن توفير الحافلات نتحدث عن توفير السكن نتحدث أيضا عن توفير بعض الوجبات كل ما يحتاجه الشعب السوداني يجده هنا في مدينة أبو سنبل من خلال هذه المبادرات المجتمعية هذا بالتنصيق وبالتوازم مع الخدمات التي تقدمها محافظة أسوان وتتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال كل المسؤولين المتواجدين سواء في محافظة أسوان أو حتى هنا في مدينة أبو سنبل للوقوف على كل الخدمات التي تقدم للأشقاء السودانيين وتذليل العقبات أمامهم خاصة في معبر قسطل وأرقين فيما يتعلق بكبار السن وذوي الهمم يتم تسهيل هذه المهام والإجراءات لهم وأيضا يتم تقديم الخدمات من الخدمات الدعم النفسي أو حالة الدعم النفسي وتقديم الحقائب الشخصية وحقائب النظافة وتقديم بعض الحقائب بعبارة عن إسعافات أولية بالإضافة إلى أيضا تقديم خدمة وهي تقصي الحقائق للإطمئنان على ذويهم والإطمئنان على من تركوهم في السودان ومتابعة أيضا ذويهم في السودان إذا كانوا سيلتحقون بهم فيما بعد يتابعون المنظمات تتابع عمل هذه أو ذويهم في السودان حتى يتم مجيئهم إلى مصر وأيضا الحقهم بأسرهم الموجودين هنا في مصر فبالتالي كل الخدمات تقدم لكل الأشقاء السودانيين في مختلف المجالات وفي مختلف أنواع الدعم الذي يقدم لهم هنا في مدينة أبو سنبل أو حتى في أسوان أو في أي محافظة يذهبون إليهم في وطنهم الثاني مصر شكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات محمود جميل متحدثا إلينا من ميناء أبو سنبل النهري شكرا جزيلا لك